على مدى الناس يفهمون ويعرفون وما حد يلحق عليهم وما حد يقول لهم هذا المنتج هيتشي وهذا المنتج سحر ماكو منتج بالدنيا يحرق دهون ويطلع عضلاتهم تشفوه بنفس الوقت ماكو هيتش فيلم ماكو هيتش فيلم أنا لو من قرأت على السارم كله يحرق دهون ويطلع عضلات ويخليك خارق هلا شباب شلونكم وياكم اليوم بموضوع جديد موضوع هواية ناس قاعد يسألون عليه ويريد يفتهمون ما عنده وطبعا احنا بهاي القناة موضوع يعني وبدعم من ابو السامة بانه كل شي جديد ينزل بلعبة كمال السام مباشرة ينزل بالقناة وانكان هرمون وانكان سابليمنت وانكان تمارين وانكان طريقة تدريبية طريقة أكل تغذية هاي شغلات ونحاول انه نجيب المصدر ومثل ما قلت لكم انا دائما اشتغل عن تجربة موضوع اليوم رح يكون عن السارم او السارمس بالجمع شنو هو المنتج وليش نصنع احنا نعرف بانه الهرمونات زي قبل ما كان اكو غير السستالون والديكين ونزل البولدينون ونزل الترين ونزل المنت ونزل الأستر الطويل والأستر القصير والبروبونت والاستنازول وهاي كلها ما كانت موجودة قبل قاعد تتطور هسا المنتج الجديد اللي نزل السارمس هاي المنتج الجديد واليوم رح نعرفكم شنو هو هاي المنتجات وشنو هذا المنتج وليش صار مع تطور التكنولوجيا والعلم بموضوع كمال أجسام صنعونا منتج السارمس السارمس شنو هو هاي نفسها نفس الهرمونات الثانية نفس الكلين بترول ونفس الدينابل ونفس الانابوليك ونفس الديكا ونفس الـ ونفس الـ جروت ونفس حرق الدهون ونفس الـ ونفس الـ ونفس الـ ونفس حرق الدهون كلها حطيها بالـ السارم هو تسع هرمونات تصنعوها لما نفوض نقرأ عن سارم اللي حتلاقي 16 لأنه السارم مثل الساكيلات هم يصير كورثات تقدر تاخذ أربع منتجات السارم وتخلطن مع بعض وتاخذهن اللي يحرق دهون واللي يمطي عضلات واللي يقوي الأداء واللي يفعل الخصية بالضبط نفس الموضوع رح نجي عليها بالتسلسل و رح نحكي عن السارم أول ما رح نبلش بالراد 140 راد 140 هذا السارم أول منتج رح نحكي عليها هو التستستيرون بديل التستستيرون يسموه هذا هو هذا المنتج هذا رح يحطنا يا أبو السامح هنا هذا الأداء ماته شايفين النقاط هاي الأداء ماته شون يشتغل السارم الراد 140 هو بديل التست أكثر وصف الراد ينأخذ بعد السايكل لأنه احنا نعرف بأنه بعد السايكل انت أداءك رح ينزل و عضلاتك رح تنزل هم ماتين تمام؟ هذا فيديو ثاني رح نحكي به شلون نحافظ على العضلات بعد السايكل و رح أشرح لكم شلون الفكرة و شلون الموضوع بس رح نحكي عن الراد 140 هو عبارة عن تسستيرون طبيعي على أساس طبعا لما يحكيون عن السارم يقولك أنه نازل من السامح لما تقرأ عن السارم بالإنترنت أو تسمع عليه من المحترفين هذل اللي يروجون تحس أنه رح أخذ السارم و رح أصير روني هيا هذا وضعهم بس احنا رح نرجع و نظل أنا ما قاعد أروج للمنتجات أنا ما قاعد أروج إلى شركة أنا قاعد أحكي توعية على مدى الناس يفهمون و يعرفون و ما حد يضحك عليهم و ما حد يقول لهم هذا المنتج هيتشي وهذا المنتج تسعر ما كو منتج بالدنيا يحرق دهون يطلع عضلات و انتج قوة بنفس الوقت ما كو هيتش فيلم ما كو هيتش فيلم أنا لو من قرأت على السارم كله يحرق دهون و يطلع عضلات و يخليك خارق خارق كله كله على بعضه بس حاولت أخذ المختصر شنو قاعد يسوي السارم و شنو شغله أنا قاعد أخذ السارم أنا قاعد أخذ الامكي سيك سيفن سيفن هذا بصراحة قاعد أخذ التساستيرون مو بحاجة قاعد نشيك شك بس السارم قاعد أخذ هذا النوع لأنه بصراحة أنه يحافظ على هالشغلات يفعل اي جي افون يخلي جسمك حلو و مقسم على مدار السنة سراد هو عبارة عن تساستيرون عبارة عن تساستيرون بديل التساستيرون ما إلى أعراض جانبية ما يأثر على الخاصية ما يرسوي ارتفاع بالخاصية يساعد على الانتعاش و ينطيك الشعور بالقوة ما للتساستيرون شايفين تساستيرون لما ناخذه الموتافيشين اللي ينطي تساستيرون كنا نعرفها ليش الناس سدمين على التساستيرون لأنه التحفيز اللي ينطيكيه خارق بصراحة هذا الشعور هذا السارم الراد 140 ينطيك هذا الشعور و يناخذ بعض السايكلات طبعاً عم ديعوض الجرعة ماتة من 20 إلى 30 ميلي جرام تمام؟ الحياة ماتة الكيميائية داخل الجسم من تقريباً 24 ساعة سوين اخذ جرعة واحدة باليوم مثل ما قلت لكم من 20 إلى 30 ميلي جرام يومياً قبل التمرين أو بعد الوجبة هذا الراد مية واربعين قاعد يتحدث عليه وحطينا الوصف ماتة خلصنا من الراد حسنا نجي على الامكي سيكس سيفن سيفن الامكي سيكس سيفن سيفن هو ايجي افون من الأخير هو ايجي افون يرفع انتاج الانسولين يخليك تجوع يحسن تجديد الانسجن تجديد الخلايا يمنع التلف داخل العضلات ما يخلي العضلة تنهار بالتمارين طبعاً خصوصاً اذا كان اكو تغذية وكاربوهيدرات ينفخ ينفخ الامكي لانه الكارب ماتي عالي سواء اريد عضلات منفوخة فهذا اللي قاعد يسوي الامكي يحسن الجلد والبشرة طبعاً طبعاً الجرعة ماتة الحياة ماتة هي اربع ساعات سواء تقدر تاخذها كل اربع ساعات على ما دي حافز عندك خليك تجوع وتأكل من الشغلات هاي تقدر تاخذها كل اربع ساعات او سس ساعات مثل ما قلت لكم من 10 الى 30 ميلي جرام باليوم تمام السايكلات كلها مال الساروس من 8 الى 12 اسبوع كل السايكلات من 8 اسابيع الى 12 اسبوع يعني يا شباب كأنه هرمون عادي سواء احجيتكم مع المنتجين والامكي هام نسيت اقول لكم هاي وظيفته وهذا شغلة هسا بو سامي حطنا الصورة ماتة هنا احطي لكم اللاينات هاي الخطوط بانه شنو يسوي بالجسم من حرق دهون او قوة او اداء او 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 يعني متابلزم او تمثيل غذائي احطي لكم اياها كلها بيها موجودة هنا سو انا او يناخذ طبعا بعد الوجبات او قبل التمرين انا احجيت لكم عن الامكي هسا نجي على المنتج الثاني اللي هو امكي 2866 اللي يسموه اوسترين هذا هو مكي 666 هذا الاوسترين موجودة هنا صورة ماتة شنو وظائفه وشلون يشتغل بالجسم الاوسترين يا شباب تمثيل تقريبا نقدر نقول قلي قريب من البولدينون قريب من البولدينون يساعد على زيادة الكتلة العضلية كالعادة بكل السارن يساعد على استشفاء المفاصل من الاصابات قوة التحمل هماتين يعني شون البولدينون ما يحبس ماء بالجسم ويساعد على استشفاء المفاصل وهالشغلات هاي مثل ما قلت لكم هاي وظيفتي قريب من البولدينون اللي يفكر بالبولدينون يفكر بالاوسترين هذا هو قدرة قوة التحمل طبعا نعرف كل زيان بانه البولدينون هماتين يمت شوية طاقة مو مثل الديكا لانه البولدينون نحن نقول عليه مثل مشتقات الديكا بس شنو شغلت الفرق بينه انه ما يسوي تحبيس سواء الجسم ما يسوي تنشنووتا هذا تقريبا مثل البولدينون طبعا مثل ما حطينا الصورة ماتة هنا يناخذ قبل التمرين طبعا من 8 الى 12 اسبوع مثل اي سارم من 10 الى 30 ميلي جرام هو يجى 10 ميلي جرام من 10 الى 30 ميلي جرام حياته بالجسم 12 ساعة تمام هذا هو الاوسترين وهسا نجي على المنتج الثاني لانه قصة طويلة سارمس لحنظل نشرح عليها ونحن نتحدث على جي دي بليو 50 مليون رقم طالع وراه بما قرأت عنه وسوضحت منه من المواقع الشركة اللي تصنعها طبعا الكاردين هو يصحوله كارديو كارديو هنا حارق دهون هو يعتبر هذا هو الوسط مالته وشنو يسوي بالجسم وشنو الوظائف مالته تطلع هاللاينات والخطوط مكتوبة عليها قوة تحمل قوة تحمل بالتمرين خاصة اذا واحد ماسك حمية بس مو لانه اكوى شغلات اقوى بعد سو احنا قاعد نحشى على منتج راقي ورائع ما يسوي ضغط للرأس وما يسوي ضغط على القلب وما يسوي تسرع وما يسوي هالشغلات هاي لان قلتلكم بعد اكو اوصخ من عنده قوة تحمل الاستشفاء من الالتهابات ليش لانه اكثر الناس اللي يصير وياها يمسك دايت بما انه ما اكو دهون بالجسم يصير عندك انت يرتفع الكورسرول ويصير النون البول اصفر ويصير عندك شغلات هواية مشاكل سو هاي هذا العلاج نقدر نسميه يساعد على الموضوع يتحسين اعضلة القلب والاوعية الدموية يعني مثل الارجينين نقدر نقول عليه حتى هو زيان حتى الكبر السن حتى كبار السن اذا يلعب بس كاردو يقدر ياخله مو شرط ان يلعب كمال السام سهو هادة جي دابليو حطينا الوصف مالته وحطينا على الاسترين واستر نحكي لكم على المنتجات الثانية تعيبة كمال السام وضعهم تعبان احترامي للكل مو تعبان بس احنا الهرمونات تلعب بعقولنا وتلعب بالسامنا وتلعب بخسمة وتخرب الدنيا يعني اللي يفوت بباب الهرمونات يشوف بلاوي شغلة وصخة بس احنا فتنا بهذا الموضوع وقاعد نحاول انه نروح لشغلات انتزامات احسن وشغلات احسن ونكون انفط اشتركوا في القناة